هذا وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ صباح خالد الصباح أمير الكويت رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سيد رئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي المتد ومؤكدا سيادته تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي خاصة في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة ومن جانبه رحب رئيس الوزراء الكويتي بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على الكويت مؤكدا على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص بلادي على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين كحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا